لما بتقرر في وقت من الاوقات انك تبدأ تتجاهل النرجسي او تقطع الاتصال معاه هيكون له رد فعلي في الحلقة دي هنتكلم عن ردود الافعال اللي ممكن تحصل لو حصل وتجاهلت النرجسي او قطعت الاتصال معاه من الممكن ان انت تكوني لسه في علاقة مع شخص نرجسي وبتفكري في الانفصال عنه واحيانا الناس بتسأل عن ايه اللي النرجسي هيعمله او هيتعامل ازاي نرجسي مع الموضوع ده لو انت عملت كده علشان كده كل ضحايا النرجسيين يا جماعة محتاجين انهم يعرفوا ايه اللي هيحصل بالزبط لو قررتي انك تقطع الاتصال مع النرجسي او تتجاهله طبعا من اهم الردود الافعال اللي ممكن تحصل او اللي تتعرض لها من النرجسي هي حملة تشويه السمعة ودي اهم حاجة ممكن تكون من ردود افعال النرجسي لما بتبدأ تقطع الاتصال معاه او تتجاهله بيبدأ النرجسي يقوم بحملة تشويه لسمعتك او سمعتك ويبدأ يشوي صورتك او شكلك قدام اي شخص يعرفك هيبدأ النرجسي يتهمك بان انت اللي خنته وان انت اللي خدعته وانت اللي كذبت عليه مش هيبطل ابدا النرجسي انه يشوي صورتك وانه يحاول يغير نظرة الناس لك علشان محدش يتعاطف معك بالاضافة الكل ده طبعا من الممكن ان النرجسي يبدأ يحاول يأذيك باي طريقة في ايديه يقدر يعملها وممكن كمان انه يقوم بتهديدك او انه يستخدم معلومات مثلا كان يعرف عنك قبل كده لما كنت بتصق فيه علشان كده لازم تكوني حريصة جدا على اسرارك وتخلي بالك انت بتقولي ايه او بتعرفي النرجسي على ايه طبعا لازم تكوني عارفة ان النرجسي بيعتبر نفسه هو الاهم وان العلاقات دي بالنسباله ملهاش اي قيمة الا اذا كانت العلاقة دي بتلبيه له احتياجاته الخاصة علشان كده دايما بنقول ان لازم تقطع علاقتك بالنرجسي وتحافظ على قيمتك وكرمتك باي طريقة وتبدأ تدور على شخص يحترمك ويحافظ على انك تكون سعيد وانك تكون في امان لما بيقوم النرجسي بحملة تشوه السمعة ضدك هيبدأ يقلب كل الحقيقة هيخلي الحقيقة كذب هيخلي الحقيقة دي وهم هيغير القصة بشكل يعني محترف جدا وبشكل بارع جدا هيخليك انت الغلطان هيخلي كل اللوم او الزنب في كل المشكلات اللي حصلت بينك وبينه عليك انت طبعا النرجسي لما بيشتغل على حملة تشوه السمعة دي بيكون معتمد على طاعاته في الناس معه ونظرتهم له ومصدقيته عندهم يعني الناس بتعتبروا انه هو شخص مثالي جدا لابعد درجة يعني هو طبعا بيقنع الناس بالشكل ده ومفيش عليه طبعا اي شبهة او شك في اللي هو بيعملوك بيبدأ النرجسي يتكلم عنك طبعا بشكل مصطفيد جدا وباستمرار يعني مش هيبطل كلام عنك وطبعا بيكون كل هدفه في الموضوع ده انه يبدأ يحاول يغير الناس عليك او يخليهم ضدك يبدأ يغير نظرتهم ليك اما في حاجة كمان الناس هيعملها رد على تجاهلك له وهو انه هيبدأ يحاول يحصل على امدادات جديدة بالتأكيد الناس بيبقى حريص جدا على انه يعمل حسابه على اليوم اللي انت هيجي يحصل بينك وبينه انفصال في اي وقت يعني ممكن يحصل حاجة دي بدون مقدمات فبيكون مش متوقع ابدا الوقت ده لازم يكون اعمل حسابه على حاجة زي كده على انه يكون فيه شخص بديل يحل محلك ويقدم له الامدادات اللي هو متعود عليها منك لان النارجيسي مستحيل انه يقدر يعيش لواحده زي ما احنا عارفين او انه يستنى انك تتركه او تسيبه او تحصل حاجة تتسبب انه تقطع علاقتكم ببعض من غير ما يكون اعمل حسابه على مصدر بديل النارجيسي هيبدأ انه يتكلم عنك وعن علاقته السبق بيك وهيوصفك بشكل سيء جدا ويقول انه انت السبب في الانفصال اللي حصل بينك علشان يبدأ يحصل على تعاطف الامدادات الجديدة دي يعني لو بيتعرف على شخص جديد هيبدأ يتكلم عنك بطريقة مش كويسة ان انت خدعته ان انت كنت سبب كل المشاكل علشان يضمن ان هو يتعاطف مع الشخص الجديد اللي هيرتبط به ده يتعاطف مع الشخص النارجيسي علشان يقع تحت سيطرته بسهولة برضو لما بينفصل النارجيسي عنك فان هو بيستغل الانفصال ده علشان يكسب تعاطف الشخص الجديد اللي معادت او العلاقة الجديدة اللي هو هيدخلها دي هيخلي الامداد الجديد ده هو بالضبط كده كأنه اللي بيدوي جرحه يعني هو جرحه معاك هو هيدويه بالشخص الجديد ده بيحب الانرجيسي جدا ان هو يكون كسبان على طول الخط بيحب جدا ان هو يكسب تعاطف الناس معه وانه يصعب عليهم لدرجة انك ممكن تلاقي بيبكي الانرجيسي ممكن يستخدم البكاء وهو بيتكلم عن علاقته بيك عشان يضمن اللي بيحكيله ده يقع تحت سيطرته وضحية طبعا لأكاذيبه عنك يضمن سيطرته بالشكل ده على الامداد الجديد بعد ما الانرجيسي بيدخل في العلاقة الجديدة دي وبيبقى خلاص ضمن الامداد الجديد معاه بيبدأ ينشر ده على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا ويبدأ يتكلم عن ارتباطه الجديد وحياته الجديدة علشان يضمن ان انت عرفت بالموضوع ده او العلاقة الجديدة دي لما الانرجيسي بيعمل كده فهو بيلعب على مشاعرك وبيلعب على رد فعلك نحية الموضوع الجديد ده والرد المقصود منك طبعا او اللي هو بيقصوده هو انك ترجع تتواصل معاه مرة تانية او ترجع للعلاقة مرة تانية لكن لازم تخلي بالك جدا وانك ما تقعش في الفخ ده وما تسمحيش لمشاعرك انها تضرك وتخليك تفكري ولو لحظة في انك ترجعي للتواصل مع الانرجيسي ده مرة تانية لما بتقومي بقطع الاتصال مع الانرجيسي وتتجاهليه فهو مش هيستنى فترة طويلة ابدا يعني في الغالب هو ما بيستناش يعني يمكن ينتظر فترة ولكن مش طويلة وصيارها جدا ويبدأ يتحول لمرحلة الاغراق العاطفي والحب مرة تانية هيبدأ ينفذ الموضوع ده باحترافية شديدة جدا وبراعة يعني هتستغرى بالها هتكون في نفس هي نفس المرحلة الاولى في بداية علاقتك بالانرجيسي هتكون فيه اهتمام كبير جدا ويعني حاجة اغراق عاطفي زي ما بيقوله مالوش حدود وهيزود بقى الموضوع ده بشكل كبير جدا هتلاقي طبعا مكالمات كتير ورسائل كتير بيبدأ الانرجيسي يبعتها لك وهيكون الموضوع بشكل مبالغ فيه جدا علشان كده لازم تقطع الاتصال مع الانرجيسي بشكل كامل وتعمليه حظر كامل علشان لا يوصلك اخبار عنه ولا هو يعرف عنك حاجة لازم ما تديش فرصة للانرجيسي انه يحاول يوصلك مرة تانية او انه يبعت لك رسائل المزيفة دي في المرحلة دي لازم تبقي صامتها تماما حظر كامل في جميع وسائل التواصل الاجتماعي او ايا كانت الطريقة اللي ممكن يوصلك بها اللي ممكن يستخدمها عشان يتصل بك هيكون رد فعل الانرجيسي بعد تجاهلك له وقطع الاتصال معاه هو الهجوم عليك عن طريق القروض الطائرة قروض الطائرة اللي بيشتغلوا لحساب الانرجيسي وبينفذوله راقباته او بيعملوله بيحققوله اهداف معينة بيوصلك رسائل معينة بيوصلك رسائل منه عن طريقهم قروض الطائرة دي خلى بالكوا ان هما ممكن يكونوا ما عندهمش فكرة عن طبيعة الشخص الانرجيسي اللي بتعامل مع ده او انه عنده فكرة اصلا انه هو شخص سيء او انه نرجيسي وللاسف بيكونوا تحت سيطرته لانهم مقتلعين جدا بشكله وضعه المزيف اللي بيقنع به كل الناس اللي بيتعاملوا معاه نرجيسي لما بيبدأ يتعامل معاك بيبدأ يعني يستخدم القروض الطائرة دي انه هو يبدأ يبعث لك رسائل معينة علشان يبدأ يضغط عليك علشان تغير موقفك من ناحيته او من ناحية تجاهلك له نرجيسي خبير جدا في التلاعب وبيتعامل مع القروض الطائرة دي زي العرائس يعني بيعرف يتلاعب بيهم وبيعرف يحركهم زي ما هو عايز وحسب مصلحته واهدافه احيانا هتلاقي القروض الطائرة دول عبارة عن اصدقاء ليك او ناس قريبين منك جدا وللاسف في معظم الاحيان ما بيكونش عندهم اي فكرة عن الضرر اللي انت بتتعرض له او اللي انت بتتعرضي له وكمان بيساعدوا النرجيسي بدون ما يقصدوا انهم يضروك يعني بيساعدوا النرجيسي عليك وممكن كمان يكون ناس عندهم نوع من الحقدة او الغيرة منك وبيفهموا انهم اللي بيعملوا ده وموافقتهم على الضرر اللي بيسببه لك ده حاجة كويسة يعني هما بيدروك عن طريق النرجيسي ده الهدف الرئيسي للنرجيسي من كل ده هو انه يضغط عليك ويحاول انه يخليك تقتنع او يقنعك بانك تتراجع عن موقفك وتوقف تجاهلك له وترجع تتواصل معه مرة تانية هو ده كل هدف النرجيسي من الحاجات اللي هيعملها معاك او من ردود افعاله اللي احنا بنتكلم عنها ده علشان كده لما تبدأ تحسي بالموضوع دوت انه بدأ يتم استخدام الناس اللي حواليك او المقربين ليك دول لحساب النرجيسي لازم تعمليله حظر فورا تقطع الاتصال بينك وبينه هو كمان كروض الطائرة دول هم هم نفس الطريقة بتاعت النرجيسي وزي ما انتقضعت الاتصال مع النرجيسي لازم تقطع اتصالك باي حد بيقوم بمهمة الكروض الطائرة دي عشان تتجنبي ضغط الرسائل اللي النرجيسي هيبعتها لك عن طريقهم لما بيحاول النرجيسي انه يقنعك انك ترجع تاني للتواصل معاه فرد فعله انه لما بيتعرض للتجاهل ده هيحاول اعتذرلك هيستخدم النرجيسي يا جماعة اي طريقة ممكنة علشان يقنعك بانك ترجع عيره وتنهي حالة التجاهل اللي بيتمرسيها معادي عادي جدا ان النرجيسي يسيق ليكي ولكن في بعض الاحيان ممكن يقدم لك اعتذار والاعتذار ده طبعا مزيف جدا وبيكون واضح جدا لان الاعتذار بيظهر في الوقت ان النرجيسي بيحاول فيه عيد المرحلة بتاعة الاغراق العاطفة مرة تانية بشكل مبالغ فيه بتوضح جدا وبتبان جدا بعد إساءاته ليكي انه بيحاول يعتذرلك طب منين اسأتيلي ومنين بترجع تعتذرلي مرة تانية اللي اعتذار المزيف دوت هو محاولة من النرجيسي لانه يتلاعب بيكي وبيتلاعب بيك مرة تانية عشان تغير موقفك ناحيته في الحالة دي لازم تتحط في اعتبارك كويس جدا ان النرجيسي ده انسان كذاب ومتلاعب وكل اللي بيعمله هو محاولة مش اكتر لانه يتلاعب بيك عشان يغير موقفك ناحيته لو قررت في الاستمرار في تجاهل النرجيسي رد فعلا نرجيسي ممكن يكون هجومي جدا عليك هيحس بالغضب الشديد جدا منك وهيحاول اقناعك بانك غلطانة في اللي عملته وانك بتتجاهليه بدون اي سبب من الممكن كمان ان النرجيسي يتهمك بانك انسانة سيئة او يتهمك بالخيانة او يتهمك بالكذب وانك انسانة مخادعة او انت مخادع جدا وانه تسبب لنفسه فيه ضرر كبير جدا لما قرر انه يرتبط بيك في يوم من الايام وده يعني في محاولة منه انه يقناعك بان التجاهل ما اصرش فيه يعني انه سابت وقوي جدا ومش فارق معه جدا خالص موضوع التجاهل اللي انت بتعمليه مع ده لازم تخليك فاكرة كويس قوي ان النرجيسي بيحاول بكل الطرق الممكنة انه يقناعك بانك ترجعيه له مرة تانية هو مش مهتم ابدا لا بمشاعرك ولا باحتياجاتك الشخصية دي علشان كده حاولي تكوني قوية جدا في المرحلة دي وتثبتي على موقفك وعلى قرارك بالتجاهل وعدم العودة للاتصال بالنرجيسي تحت اي ظرف تفتكر دايما ان هدفه هو التلاعب بيك وتحقيق مصالحه الشخصية مش اكتر لما النرجيسي بيحاول يبرر تجاهلك له بان انت انسانة مش كويسة او ان انت شخص سيء بيكون الهدف من ده هو انه يبرر سبب قطع العلاقة بينكم علشان يظهر بان انت اللي شخص مش كويس وان انت اللي ظلمتيه في العلاقة بانك تجاهلتيه وبتبعد عنه بدون سبب وخلي بالك ان النرجيسي هيكرهك بشكل بشع جدا لما بيتعرض منك للتجاهل التجاهل بيئزي النرجيسي جدا وبيخليه عبارة عن كتلة شر وبيخليه يعني يتعامل معاك بعادقية شديدة جدا لان هو متعود على ان هو اللي يترك هو اللي يتجاهل مش حد يتجاهله ما يحبش ابدا ان النرجيسي انه يشعر بان هو الشخص اللي بيتم تجاهله مش ممكن ان النرجيسي يحب ابدا من يعيش حاجة زي دي علشان كده النرجيسي بيكون محتاج انه يوصل لك فكرة ان انت غير مهمة ابدا بالنسباله وان قطع العلاقة بينكم مش خسارة ابدا بالنسباله وان هو الشخص اللي بيسيب الاخرين مش العكس يعني انت اللي هتخساري مش هو لازم تخليك فاكرة حاجة مهمة جدا النرجسي لا يمكن هيتركك ابدا حتى بعد قطع العلاقة بينكم هيحاول النرجسي بكل الطرق الممكنة انه يرجعلك او يخليك ترجعيله واذا قدر النرجسي بالضغوط اللي هي اللي موجودة معادي انه يرجعك للعلاقة مرة تانية هيبدأ الانتقام منك بشكل لا يمكن تتصوريه النرجسي لما بتتجاهليه هتلاقيه احيانا بيبدأ يتجاهلك بنفس الطريقة اللي انت بتعمليها معاك وخلي بالك ان النرجسي ما بيديش اي اهمية لأي حد غيره غير نفسه مش هيتجاهلك ابدا الا اذا كان عنده مصدر امداد تاني يعني هو لما ينفذ معاك موضوع التجاهل ومش بيحاول ان هو يقرب لك مرة تانية بيكون هو بقى معاه حد تاني مش غول معاه وبالتالي لازم تفضلي فاكرة ان النرجسي مش هيتركك ابدا وانه هيرجعلك مرة تانية ولو بعد حين بعد ما يسيب المصدر اللي كان معاه دلوقتي ويبدأ يرجعلك يحاول يستعيدك مرة تانية ولكن هو اثناء ما انت بتشوفي ان هو متجاهلك او ان هو عمل معاك زي ما انت عملت معاه بيكون بس عشان معاه حد تاني مش غول معاه هو بيعتبرك بس مصدر للامداد بالاهتمام به او الانتباه معاه مش اكتر من كده انت بتقومي بدور معين مع النرجسي مش اكتر فانت مش هيفرق معاه ابدا انت سابق او انت سيبتيه لكن هو مش هيتلعك من دماغه ده حاجة لازم نكون عارفينها وحطانها في دماغنا لما بيحصل تجاهل للنرجسي يا جماعة بيتم التأثير بشكل بشع جدا على صورته ووضعه النفسي يعني بشكل هما بيقدرش يتحمله هيحاول بكل الطرق انه يرجعلك عشان يصلح الوضع اللي يتغير او اللي ساء بالنسباله علشان طبعا يعاقبك على التجاهل اللي انت عملته معاه اذا نجح النرجسي في اعادتك للعلاقة مرة تانية هيبدأ يتجاهلك بنفس الطريقة اللي انت عملتيها معاه وهيعملك كأنك شيء ملهوش اي قيمة لازم تكون عندك استعداد لردود افعال من النرجسي وانك تكون عارفة ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحاول يعمله معاك هيئذيك ازاي لما يبدأ يرجعلك مرة تانية لازم تخليك فكرة ان النرجسي لما بيقوم بحملة تشويه السمعة هيكون الموضوع ده صعب عليك جدا خصوصا اذا كنت يعني طبعا اي حد بيهتم بوضعه وبشكله قدامي اللي حواليك لازم تكوني متأكدة جدا من قوة علاقتك بالناس اللي حواليك اللي بيهموك واللي انت تهميهم ولازم تكوني متوقع ردود افعالهم لما يصدقوا كلام النرجسي في نفس الوقت زي ما قلتلكم قبل كده لازم تكون يعني ما تندمش ابدا على موضوع حملة تشويه السمعة ده لان انت هتستفيد منها برضو لان انت هتعرف منها اللي بيحبك بجد واللي يصدق عنك الكلام اللي بيقوله عنك النرجسي ده اكيد هو ما بيحبكش حقيقي فهو اكيد النرجسي لما بيقدر يخلي حد يمشي معاه او يفضل يقتنع بكلامه فهو بيكون الشخص اللي اقتنع بكلامه ده هو اصلا انت ما بتمثلهش قيمة حقيقية وكمان هو ما يعرفكيش بما فيك كفاية وما يستحقش كمان ان انت تفضلي في حياته او يفضل الشخص ده في حياته وما يستحقش ابدا انه يفضل في حياتك لازم تعيد النظر في علاقاتك واصدقائك وتحددي مين اللي يستحق انه يفضل معاك ومين اللي ما يستحقش انه يبقى معاك مين اللي ما ينفعش يكمل معاك حياتك ده لما بتقرري انك تتجهل النرجسي لازم تاخدي بعض القرارات كده او الاجراءات القوية علشان تمنعي من انه يوصلك مرة تانية تقدري تعملي ده من خلال انك انت طبعا تحذري تماما وتقفلي اي باب ممكن النرجسي يدخلك منه سواء ده عن طريق رسائل مباشرة او من خلال اي شخص بيشتغل لحسابه ولازم ما تطلعيش الكلام ده من دماغك ان انت فعلا ما لكيش اي قيمة حقيقية عند النرجسي وانه بيبصلك بس على انك مصدر للامداد والغذاء وما بيحسش ابدا باي نقص لما انت بتتخلي عنه او بتقطع العلاقة معاه طول ما هو عنده مصدر بديل عنك هو مش هيحس باي مشكلة ولازم تكون عارفة ان النرجسي عنده دايما بدايل كتير هيلاقي مصدر تاني وتالت ورابع للامداد والغذاء لما بتقرري ان انت تقطع العلاقة عنه خلي بالك تعامل مع النرجسي محتاج قوة ومحتاج صبر ومحتاج تحافظه على الحدود تضعي حدود قوية جدا ومتسمحلوش ابدا بانه هتحكم في حياتك وفي علاقاتك دي كانت حلقة النهاردة جماعة اتمنى كونوا استفدتم بيها وان شاء الله نتقابل الحلقة الجاية مع موضوع جديد شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته